السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات كورس تعليم الأسقاط النجم المقدم لكم من المجموعة 102 طبعا أنا قررت البدء في هذا الكورس من خلال هذه المحاضرات التسجيلية إذا ما كنت تبعت المحاضرات السابقة ممكن ترجع لها في نفس المكان نفس الجروب المخصص للكورس أو ممكن تجده في أي مكان أنت قمت بتحميل هذا الروابط منه راح تكون جميعا موجودة ممكن تراجع لمحاضرات السابقة حتى تعرف عن أكثر عن المقدمة اللي احنا بدأناها في موضوع الأسقاط النجم طبعا في هذا المحاضرة راح أعطي يعني ممكن نسميها استراحة بسيطة راح أعطيكم خلفية بسيطة عن بدايتي في مجال الأسقاط النجم راح أتحدث عن كيف أنا بدأت بالتعرف على الإسقاط النجم ما هي أول المشاكل اللي أنا صدفتها وحتكلم أيضا عن المشاكل اللي عامل بصدفها كل الأشخاص اللي بيبدأوا محاولات تعلم الإسقاط النجم طبعا أنا ما كنت متخصص في مجال الطاقة وحتى الآن لا أعتبر نفسي متخصص في هذا المجال الإسقاط النجمي والأحلام الواضحة ليست يعني لا تكون حكر على مجموعة معينة من الناس لا يشترط أنك أنت تكون ممارس لنشاط معين حتى تختبر ظواهر الخروج من الجسد هي ظواهر موجودة قدم الوجود الإنساني مذكورة في كل حضارات الشرق والغرب وعلى مر التاريخ سواء في المخطوطات القديمة سواء في التراث القديم للأمم الشرقية والغربية في هذا المجال وكانت أيضا تجارب الخروج من الجسد بتحصل لأشخاص من مهن مختلفة من طبقات مختلفة من مجتمع يعني لا يوجد دليل حقيقي بالنسبة لي على أنه تجارب الخروج من الجسد تعتبر حكل لبعض الناس دون آخر هي بتحصل كنسبة طبيعية بين الناس وبين البشر ما بيكون أي شخص بصادف يتوفر الظروف الأساسية لحصول تجربة خروج من الجسد بتحصل مع التجربة بشكل طبيعي ومعظم الأشخاص اللي اختبروا ظواهر الخروج من الجسد لأول مرة ما كانوا متوقعين حصولها دائما بتحصل لهم بشكل مفاجئ ولو قرأت الكثير من المؤلفات اللي كتابوها في هذا الأمر راح تجد يعني فعلا النقطة اللي أنا ذكرتها صحيحة مضمهم اختبروا تجارب الخروج من الجسد بشكل غير متعمل طبعا بالنسبة لي أيضا ما قررت أنا الدخول في هذا العالم بمحض إرادتي هو حدث معي بشكل طبيعي عندما قررت أنا قبل حوالي سبع سنوات تقريبا أو أكثر من ذلك أو أقال تقريبا التاريخ أو الفترة الزمنية بالذات لا أذكرها لكن أذكر أني أنا كنت مازل طالب في المرحلة الثانوية وأذكر أني قررت عمل التمارين الرياضية قبل النوم يعني كنت أنا بمارس الكاراتي وكنت بحاول يعني أجد وقت مناسب لعمل التمارين الرياضية فما كان عندي وقت سوى القيام بهذه التمارين قبل النوم فقررت القيام بتمارين رياضية تمارين بسيطة تمارين السويدي ضغط بطن طحن غيرها من التمارين قبل النوم فهذه التمارين كنت دائما أقوم بها يوميا كنت بعد التمارين أشعر طبعا بتعب شديد كنت أستحم وبعدها أحاول أنام كانت الألم دائما في كل أنحاء جسدي بسبب التمارين لأنني كنت شخص غير رياضي وكانت بالنسبة لي التمارين في بدايتها كانت مؤلمة ما كنت معتادة عليها فهذا الألم كان يجعلني مستيقظ لفترات طويلة حتى أحيانا كنت أستيقظ من النوم بسبب التشنجات اللي كنت أشعر فيها خلال النوم يعني أحيانا كنت خلال النوم تتشنج ساقي فجأة عضلات اللي ما كنت أعمل تسخين قبل التمارين وهذا خاطئ هذا بسبب التشنجات فكانت تحصل لتشنج خلال النوم استيقظ من التشنج اللي بحصل خلال الساق مثلا فكنت أستيقظ عدة مرات في خلال النوم فكما ذكرت في المحاضرات السابقة في أحد المرات أن أستيقظ عاجز تماما عن الحركة عاجز تماما عن النطق بأي كلمة فقط أتنفس وأسمع صوت تنفسي بشكل واضح تماما كان فيه طبعا أنا كنت قادر على الرؤية ورؤية كانت جدا واضحة الغرفة كانت بالنسبة لي مضاءة رغم أنه ما كان فيه إنارة لكن شعرت أنه مضاءة حتى أكثر من المستوى الطبيعي شعرت بصفير شديد في الأذن مع احتزازات شديدة في كامل أنحاء الجسد وهذا ما يطلق عليه الشل الليلي أو sleep paralysis فمرت بحالة الشل الليلي هذه الأول مرة ما كنت عارف ما هو الشل الليلي كيف بيحصل ما كان عندي أي خلفية عن الأمر ما كنت مدرك أي معلومة عن الإسقاط النجمي ولا الأحلام الواضحة ما كان عندي إدراك عن أي شيء في مجال الطاقة كنت يعني حتى ما أفكر بهذه الأشياء أبدا ما كانت تستهويني كان عندي بعض المعارفة عن ظاهر عن الروايات الاختطاف من المخلوقات الفضائية من روايات الاستضام مع الأشباح ومع الجن والشياطين وهذه الأشياء لكن في حياتي ما اختبرت إطلاقا وما شفت أي ظاهرة ممكن أسميها فوق طبعية في حياتي قبل هذه التجربة كنت تماما غير مستعد إطلاقا للشيء اللي حصل لي وطبعا أنا رغم مرور سنوات طويلة على هذا الشيء طويلة جدا إلا أن أتذكر تفاصيل هذه الحادثة بشكل تفصيلي والحوادث اللي حصلت بعدها يعني طبعا أنا في البداية اختبرت هذه الظواهر بشكل متكرر يعني كان يحصل لي تشنج في الصاق وأستيقظ لكن أعود للنوم لكن كانت أول مرة بالنسبة لي أن أستيقظ عاجز تماما عن الحركة يعني أكون مستيقظ في حالة الشرل الليلي طبعا التجربة غنية يعني التعريف بالأشخاص اللي اختبر الشرل الليلي قبل هذا الأمر بيكون عندهم نفس الوصف بيعرف هذه التجربة هي طبعا تجربة جدا مخيفة بتكون دائما خائف حتى لو أنت ما كنت تجد مبرر لهذا الخوف يعني كنت أنا مرتعب تماما لأنني يعني متقيد غير قادر على الحركة يعني كان الشيء الوحيد اللي أنا كان قادر على تحريكه هي العينين كنت قادر أتحرك لليمين واليسار بصعوبة شديدة كنت أشعر بشيء ببرود شديد في العنق يعني في منطقة الحبل الشوكي كنت أشعر أنه جدا بارد كنت أشعر بإحساس من البرودة الممزوجة بالاهتزازات الممزوجة بالكهرباء أحسيس أيضا أحسيس التشنج وأحسيس وألم ألم مع برود فكان الأمر جدا مفزع بالنسبة لي رأيت في التجربة الأولى هلوسة مخيفة وكانت عبارة عن رؤية رأس بلون أزرق كان بيشثم تماما على منطقة الصدر عندي وهذا كان يسبب إحساس غريب بالثقل الشديد يعني أنا كنت أول ما استيخذت في التجربة وأحسست بشل الليلي كنت أشعر بشيء يضغط على صدري بطريقة يعني جدا كبيرة شعرت بأن يعني ثقل هائل جدا من الوزن مرتكز على صدري وشعرت فعلا بصعوبة شديدة في التنفس وشعرت بأن صدري حيتحطم من الثقل اللي موجود عليه فلما حاولت يعني النظر طبعا أنا اللي بتكلم عنه حصل في الزاء بسيطة من ثواني بسيطة ولحظات بسيطة لكن يعني تذكري التجربة بجعلني أتذكر يعني كمية الأحسيس اللي شعرت بها وما زلت أتذكرها كبيرة جدا بحيث أنت تشعر أن تجربة بالطول حتى لو استمرت لفترة بسيطة فأنا فقط نظرت لمنطقة الصدر حتى أعرف ماذا الشيء اللي برتكز على صدري بهذا القوة رأيت رأس بشري أو كان يبدو على ملامح بشرية كان أزرق تماما كان حليق الشعر كان لونه أزرق ساطع كان يحاول أو كان يشثم على صدري راح أضع صورة الآن هذه الصورة بتصف حالة الشل الليلي زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة الآن طبعا للأسف الصورة غير متوفرة عندي الآن لكن أنا راح أجدها بالإنترنت وأضعها لكم بالفيديو وأوصف لكم الآن يعني بناء على العوامل العامة اللي موجودة في هذه التجربة طبعا في البداية الرأس هذا اللي تشاهده خلال الشل الليلي موجود يعني يذكر بشكل دائم عفوا بشكل دائم في تجارب الشل الليلي دائما هناك الأشخاص بيختبر الشل الليلي بيكون عندهم قدرة على رؤية رأس رأس بيكون بشري طبعا مشاعر الخوف اللي بتكون موجودة معك ما بتخليك تشوف هذا الرأس بطبيعته الحقيقية راح تشوف رأس مخيف أي ملامح بشرية تجدها في موقف مرعب هتكون دائما مخيفة فبالنسبة لي كان الملامح هذا الوجه كانت غاضبة ما كان الشعور يعني بسيط أو سهل لأنه كانت أول مرة كما ذكرت إن أنا شاهد شيء فوق طبيعي أنا كنت غير معتادة على هذا عبدا أكنت أسمع قصص الأشباح وهذه الأشياء وقصص الاختطاف من المخرخات الفضائية وأسخر منها وحاليا أنا أسخر منها أيضا لكن يعني عندي معرفة بالطريقة اللي بتحصل في هذه الأشياء لكن في البداية ما كان عندي أي معرفة وأي علم بهذا الشيء وصدفت الأمر بشكل صادم كان الأمر بتحدى العقل الأحسيس كانت حقيقية الألم كان حقيقي كان هناك أيضا في تجارب أخرى طبعا تكرر معي الأمر في البداية يعني حصلت مع هذه التجربة طبعا أنا بعدها بعد ما رأيت هذا الوجه المخيف أو هذا الرأس غمط عيني وبقيت أحاول أعتقد يعني أستعيذ طبعا بالله من الشيطان الرجيم وبدأت أحاول يعني أتحدث ببعض الآيات وأذكر يعني كان أحساس جدا مخيف فحاولت يعني بقيت بعدها ساعة كاملة رغم استعادتي تدرجيا للقدرة على الحركة إلا أني حاولت كنت جدا مرتعب وبقيت دون حركة على السرير وكان الشلل يقترب ويذهب يعني كنت أشعر طبعا ممكن تتخيل الأحسيس أو الأفكار اللي دخلت في رأسي أول ما خلت لهذه التجربة كنت أشعر أنه في فعلا كيان في الغرفة وأنه لازل موجود وأنه تدرجيا بحاول يقترب ويبتعد وكنت أشعر باقترابه من خلال الاهتزازات اللي كنت أسمعها في أذني وشعوري الاهتزازات اللي كان يغمر جسدي كنت أشعر بأن الجسم أو هذا الكيان دخل داخل جسمي وبحاول يخرج منه أو هو اختفى وبحاول يقترب كنت أشعر بوجوده يعني في الغرفة فهذه باختفصار يعني تجربة ما يطلق عليه الجاثوم أو تجربة بعضهم بيعتقد أن همس بشكل عام هذه التجربة معظم لو أنت قرأت كمية كبيرة من التجارب الشلي اللي اللي راح تحصل على شيء شبيه بهذا السيناريو رأس ملامح مقيفة شعور غير مبرر بالخوف بعض الظلال أيادي بتمتد من الحوائط أحياناً بتحاول الإمساك بالجسد بتقيد الجسد وبعضهم تذهب فيه الهلوسة لمستوى آخر أنه الكيانات أو هذا الكيان اللي بيهجمه بيأخذ معاه لعالم آخر أو لمركبة فضائية ومشابه وهنا بتحصل كل تجارب الاختطاف الذاتي اللي هي الناتجة عن أو وصف الشخص لعملية اختطاف له من الواقع ما بقاء جسد موجود يعني جسد بظالم موجود على السرير وبتم اختطافه ذاتياً مع بقاءه على السرير يعني هو بشعر أنه بتم اختطافه كشيء آخر غير جسده طبعاً أنت ممكن تتخيل كمية الرعب اللي ممكن الشخص بيشعر فيها خلال هذا الأمر والأشخاص اللي قلوبهم يعني ضعيفة لما يبدأوا يتعرفوا على الأسقاط النجمي ويعرفوا أنه خلال كل عملت الأسقاط النجمي لازم تمر بهذه المرحلة ليشال الليلي بيكتشفوا في النهاية أنه المسألة المتعلقة بس بالخوف يعني في كتير ناس منظر الأسقاط النجمي من نظرة يعني ممكن تسميه بتساهل لكن لما الأمر يصبح حقيقة وتبدأ تدخل في الشال الليلي وهي مرحلة لازم تسبق الأسقاط النجمي بتبدأ تشعر بجسدك منشل تماماً بتبدأ تسمع أصوات غير موجودة بتبدأ تشعر بكيانات وجود كيانات في الغرفة معك بتبدأ تشعر باحتزازات قوية بيصير الأمر جدي فعلاً تكتشف أنه الأمر ليس يعني نزهة بسيطة ليس كما كنت تتخيل الأمر في ذهنك تجربة حققية جداً الأحساسة اللي أنت بتطلقهاها حققية مخاوفك كل يعني مهما كنت شخص جريء في الحياة راح تتعرض لموجات خوف مش طبيعية وأنا كشخص يعني عادي ما كان ما بصف نفسي بالجرعة يعني أنا اختبرت يعني درجات من الخوف ومن الرعب خلال تجارب الأسقاط النجمي بتفوق اللي شعرت فيه خلال كل حياتي ما أتصور أنه في شيء في الحياة كان حيسب لي رعب وخوف مثل اللي أنا شعرت فيه في بداية تعرف على الأسقاط النجمي وكمية الرعب أو كمية الخوف اللي بترافق بداية الأسقاط النجمي هي السبب في تحييت 99.9 من الناس عن الاستمرار في هذه التجربة يعني طبعاً أنت مع الوقت مع اختبارك لعدة حالات من شال ليلي راح يتغير نظرتك أو رؤيتك للأمر وطبعاً نسبة الخوف راح تقل أنا ما بزع من أنا ما بخاف يعني بتحصل لي تجارب أسقاط نجمي وبخاف يعني أنا سبت يعني معتاد على الأمر يعني بشوف شيء مثلاً معين غير متوقع أحيان بخيفني بشعر بهذا الخوف اللي بيغمرني لكن بصير عندي نعم من تحكم في هذا الخوف نعم من القدرة التجاه لهذا الخوف لأني بعرف تماماً إذا أنا فقدت التركيز خلال حالة خروج من الجسد راح أعود لجسدي فوراً وبالتالي راح أفوت الشيء اللي أمامي مهما كان مخيف لي في البداية فبالنسبة لي بيصير مقايضة المعرفة والتجربة اللي أنا بخضع عليها لمجرد الخوف بتصير المسألة أقرب ما يكون لإدارة الخوف أنت مش مستحيل تقضع على الخوف إذا في إنسان زعم منهم ما بيخاف فاعرف إن هو إنسان يعني بيكذب كل إنسان بيخاف كل إنسان دوم خاوف المسألة بتتعلق بإدارة الخوف يعني عدم تسمح لهذا الخوف بسلب السيطرة منك والسيطرة عليك أنت بتبقي هذا الخوف في مستويات وتكون قادر على التحكم ودائماً أنت مسيطر ودائماً أنت ماخد زمام الأمور وما بتسمح لهذا الخوف بالسيطرة عليك هذا الشيء اللي لازم تتعلمه في الأسقاط النجمة أو في داية الأسقاط النجمة يعني مش مطلوب منك إنك ما تخاف ما صدفت أي شخص بدأ في الأسقاط النجمة ما شعر بالخوف يعني طبيعة يشعر بالخوف لكن خلوني أكمل في تجارب البدايتي مع الشلل الليلي طبعاً كل ليلة أنا وصلت التمارين الرياضية شعرت بالارتباط ما بين ممارس التمارين الرياضية والمنهكة كانت بدون تسخين أو استيقاظي بسبب الشلل أو بسبب التشنج كان يسبب استيقاظي في منتصف الليل أو أجد نفسي في مرحلة الشلل هذه كنت أبقي في التجارب اللاحقة كنت أبقي العينين مغمضتين لما أشعر بالشلل طبعاً أشعر بالشلل وأشعر بالطنين هو يزداد وأعرف إنه هذا الكائن الغريب اللي أنا غير مستعد له أعرف إنه أشعر فيه هو بيقترب وأشعر إنه رح أصل فيه اللي بمر بالشلل اللي اللي بيشعر بهذا النقطة اللي بتكون شيء بعيد مع بعض الاهتزازات العنيفة وفجأة بيقترب منك مثل سلك أو كابل كهرباء فجأة يصيبك في مؤخرة الرأس مثل وضع كابل كهرباء على مؤخرة الرأس وتتمر فيه كمية هائلة من الاهتزازات ومن الصفير الهائل في الأذنين تبدأ فعلاً في المرحلة الجاثوم تشعر بثقل شديد على الصدر وتبدأ ترى لهالوسات المخيفة فأنا كان عندي قدرة مع عدة تجارب لهذا الأمر إنه أنا أمنع هذا اللحظة أن هي تحصل يعني إذا كنت بشعر إنه هذا اللحظة أنا بقترب منها وبعد شويح أدخل في الصفير ومرحل الجاثوم أو إنه أرى هذا الكائن المرعب كنت قادر على منع هذا الأمر بصرف انتباهي لشيء آخر يعني أو 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 محاولة التفكير فيه فقط تحريك الأصابع اليدين والقدمين كنت أقاوم هذا الشعور يعني كان عندي إحساس إنه لو استسلمت لهذا الأمر استسلمت هذه الأحاسيس رح تتطور لمرحلة الجاثوم إنه أنا أرى الهلوسات المخيفة وكان فيه شيء لاحظت أيضاً غير قدرة على منع وصولي لهذه النقطة كانت أيضاً قدرة على الرؤية حتى والعينين مغمضتين وبصراحة في بداية تعرفي على الشر اللي كانت بالنسبة لي هذا المفاجئة وكانت أيضاً شيء بالنسبة لي خارق للطبيعة إنه أنا كنت متأكد إنه العين مغمضة يعني أنا كنت واثق تماماً أنا مغمضة عيني لكن كان عندي قدرة على الرؤية تماماً حتى والعينين مغمضتين وبشكل واضح وبإنارة واضحة حتى كنت قادر على رؤية تفاصيل الغرفة وهي منارة مع إنه كانت الإنارة مطفئة يعني حتى لما أحرك رأسي قليلاً لليمين وأنظر كان كل شيء مضاء والمصابيح كانت مضاءة فكنت أرى نسخة من الغرفة أثناء إضاءتها حتى وأنا مدرك تماماً إن الغرفة الآن مطفئة وكنت إذا فتحت عيني بجد الغرفة مطفئة كما هي فطبعاً خلال إضاءتها كان الكائن هذا الجثوم يظهر يعني في الصورة كان كائن طويل في حسب تقديري يعني فوق الاثنين متر كان معظمه عبارة عن شعر شعر أسود مدبب كان ملامح وجهه مخيفة دائماً وكان يظهر بطريقة يعني أنا أتوقعها يعني أنا أشعر مثلاً إنه أنا أنظر الآن مثلاً لجزء من الغرفة وهذا الجزء يعني أنا أتوقع شيء سيء سيحصل يعني الآن وفعلاً أرى يمر في اللحظة هذه ليكتمل يعني الرعب اللي كان في داخلي فيعني ما كنت عارف سبب رؤيتي لهذا الشيء رؤيتي للإضاءة الغرفة ما كنت فهم لماذا يعني أراها بهذا الشكل ويظهر ليه هذا الكائن المخيف كانت كل مخاوف البدائية بتظهر في هذا الكائن يعني كان أكثر شيء أنا أخاف منه في الحياة أكثر هيئة ممكن أخاف منها في الحياة كانت تظهر لي فكانت بالنسبة لي الأمر مفزع خاصة عندما الكائن هذا في الصور اللي أنا أراها حتى وأنا مغمض عيني كان أحياناً يحاول الإمساك فيه وكنت أشعر فيه يعني بهذا العملية طبعاً بالنسبة للشخص طبعاً بيستمع لهذا الأول مرة رح ينفرك تماماً من فكرة أو يخيفك تماماً من فكرة الدخول لعالم الإسقاط النجم والإحلام الواضحة لكن أنا بذكره على السبيل أن يكون عندك توقعات مسبقة طبعاً أنا ما كان عندي أبداً يعني إدراك لكيفية عمل الدماغ ما كنت فاهم إنه مثلاً كيف أنا ممكن أشوف شيء حتى وعيني مغمضة ما كنت مختبر قدرة الدماغ على إدخالك في أكثر من مثل مثلاً حالة الأحلام الواضحة أو ممكن نسميها الأحلام اليقظة إنه ممكن شخص مثلاً يسرح في حلم يقضى ويعيش واقع مختلف عن الواقع اللي هو عايش فيه حالياً عفواً يعني بالنسبة لي كان شيء أول مرة أجربه طبعاً المرحلة اللي أنا مرت فيها كانت مرحلة جداً سيئة من ناحية نفسية كنت غير يعني غير مدرك أو ما عندي أي فكرة عن شيء اللي لازم أقوم فيه هل لازم مثلاً أخبر شخص بهذه التجربة أو هذه التجارب اللي أنا بشوفها كان عندي دائماً أنا من بداية من طفولتي كان عندي دائماً رغبة بالمعرفة رغبة باكتشاف المجهول كنت مستعد في سبيل المعرفة هذه أن أقوم بأي شيء بمغامرات يعني طائشة فقررت الاستمرار بهذه التجارب آآ طبعاً كان عندي تصور معين أنه للشياطين أو الجن علاقة بالأمر آآ كان عندي قناعة بهذا الشيء وكنت متعامل مع الأمر بهذا المنطلق يعني بدأت أقرأ الكتب اللي بألفوها في موطوع الجن وكيف آآ بيصرفوا دائماً في هذه الكتب الشال الليلي وأنه الجن عنده قدرة على جعلك ترى آآ أشياء أنت غير قادر على أو لا يفترض أنك تراها وقادر على مخاطبتك دون أنه يعلم أي شخص آآ قادر على الكلام معك دون أنه يسمعوا أي شخص فكل شيء مكتوب في هذه الكتب كان عندنا كمية يعني جيدة منها في في البيت ما كان عندي إدراك للسبب فاآآ يعني أي شيء قرأته هذا الكتب كان مطابق للتجربة اللي أنا بأمر فيها وهذا ما زاد قمنعتي أنه أنا بتعرض لحالة من الماس طبعاً هي بداية غير موفقة يعني لمجال مثل الإسخاط النجمة آآآ لكن هي الأمور بدأت بهذا الطريقة طبعاً مع تكرار الأمر أنا كنت أقرأ طبعاً على نفس الرقية الشرعية وstبعاً وأقرأ الماء وستحم فيه ما شابه يعني جربت كل الوصفات يعني كنت أختبر هذه التجارب بأشكال مختلفة لكن لفت نظري مع تكرارها هو مسألة قدرتي أنا على منع هذا الكيان من الوصول لي يعني عدم مثلا أنا بشعر أن أنا بعد قليل ممكن أصل لمرحلة الجثوم هذه فأنا أخيرها عن طريق التركيز في شيء آخر أو محاول الشغل العقلي بأمر معين مضحك أو مثير لأحاسيس قوية يعني تشغلني عن التفكير وتبعدني عن الخوف على السبيل المثال أن أنا أذكر جملة مائلها معنى أو مضحكة أو نكتة أو أحاول أذكر شيء مضحك بحارب فيه الخوف شعرت أنه لما أنا حاول أحارب الخوف وسيطر عليه الإحساس بالجثوم بيختفي أيضا الشيء اللي لفت نظري أنه الصور اللي أراها حتى وأنا مغمض العينين جربت مرة أفتح العينين وكان يعني لصدمتي أنه بقيت الغرفة مضاقة كنت قادر على منع ظهور الكائن هذا من خلال تفكير أو توقع شيء مختلف ومحاولة أيضا محاربة الخوف ففي أحد المرات يعني بدل ما يظهر هذا الكائن ظهر أحد أقاربي هو بيحدث أو بيقول جملة غير مفهومة فأنا أدركت بشكل ما أنه المسألة تتعلق أكثر من مجرد تعرض لمس أو مشابع أنه الأمر له علاقة بحسيسي بعقلي بشيء مختلف عن الرغم السيناريو الرعب الرعب طبعا بيظله مستمر خلال الشر الليلي لأنه المركز الخوف في الدماغ بيكون مفاعل بشكل كبير في الشر الليلي وهذا بيدفعك لرؤية هلوسات مرعبة دائما حتى لو ما رأيت هلوسات مرعبة دائما بيكون عندك شعور الخوف هذا بسبب تفعيل الأميكدولا أو مراكز الخوف في الدماغ فطبعا هذا تمكنه مقياسه في المختبر وعلى سبيل أيضا يعني ظواهر الشر الليلي أيضا يمكن إنتاجها بالمختبر فنرجع للحديث عن هذه المرحلة أيضا أحسست أنا بأنه عندي قدرة أو هناك يعني شعور بالانتزاع خلال الشرال الليلي أنا بكون منفصل قليلا عن الجسد بحيث أنا أشعر بخفة الوزن بأشعر بأني أنا أطفو قليلا يعني فوق مستوى السرير لكن ما حصلت على انفصال كامل إلا بعد فترة طويلة جدا كنت أختبر هذه التجارب تدريجيا أصل لمرحلة الجسوم وتعلم تدريجيا كيف أنا ممكن أخرج من هذه الحالة يعني كيف أنا أدخل للجسوم أبدأ أشعر بالطنين والصوت المرعب أشعر بالإضاءة حولي أشعر من الغرفة مضاءة أسمع صوت الخطوات في الغرفة شخص صوت مفتاح مفتاح الإضاءة أعرف أني لو فتحت عيني حرى الكيان هذا أمامي لكن كان عندي قدرة أن أخرج فجأة من هذه الحالة أتمكن من تحريك أحد أصابع القدمين وأستيقظ وأستعيد القدرة على الحركة وأفتح عيني وما أشاهد أي شيء فالدفع الأساسية اللي سببت لي الرغبة في اكتشاف هذه الحالة أكثر هو مشاهدتي لبرنامج وثائقي عن الشر الليلي كان أعتقد في وكان بتحدث عن الشر الليلي وعن كيف كل شعب في العالم بيشاهد الأشياء الأساطير أو الأشياء المخيفة الخاصة بكل شعب بيشوفها في خلال الشر الليلي طبعا لازم أي شخص يكون يعني في حياته يختبر هذا لمرة أو مرتين حتى بعض يعني أنا اتفاجأت كنت باستمع مرة لمقطع صوتي للدكتور عدنان إبراهيم وكان بصف حالة قريبة من هذا الأمر أنه هو استيقظ من النوم وشيء جاثم على صدره وغير قادر على تحريك جسمه وكيان حاول يعني الإمساك فيه وما شابه وأنه هو أعزى الأمر للجن وموجود يعني أنت لو قرأت كمية كبيرة من الكتب وسمعت بعض الكلام وبعض الشهادات من أكثر من شخص رح تصادفك الأمر يعني شيء شائع وأنه بيدرسوه في مختبرات النوم وأنه سببه هو استيقاظ الدماغ خلال النوم يعني أنت خلال النوم مفروض الدماغ ما يستيقظ فهو بيستيقظ لكن بيكون في مرحلة ما بين اليقظة وما بين النوم فأنت بتكون في مرحلة الأحلام فطبيعي عندما تستيقظ حتى لو كان عندك وعي بينك مستيقظ بيكون دماغك في مرحلة الأحلام وبالتالي رح يشاهد نتيجة تفعيل مراكز الخلال في الدماغ رح يشاهد هالوسات مرعبة ورح تشوفه كأنها حقيقية ببساطة دماغك بفقد القدرة على تقرير هل ما تراه حقيقي أم لا هو بيكون بيظن أنك أنت نائم فببساطة أنت بتختبر الأحلام وأنت مستيقظ فهذا هو الأشياء الليلي بيكون أنت عقلك مستيقظ وجسدك نائم تماما وغير مدرك أو العقل بشكل عام بيكون في مرحلة لا يفترض أن يكون فيها طبعا أنا بالنسبة لي لما أدركت هذا الأمر أدركت أنه شاء الليلي حالة طبية طراب في النوم البعض يصبي بشكل متكرر إليه علاقة بالجهاز العصبي وبطريقة النوم يعني أنا وجدت أن مشكلتي كانت النوم على الظهر أنت حتلاحظ إذا أنت جربت النوم على الظهر كثيرا ونمت بسرعة طبعا أنا كنت متعب بعد التمارين الرياضية فأنام على الظهر بعد ما استحمل أنام على الظهر أنام بسرعة بسبب التعب فما بيكون عندي فرصة للتقلب يمين وشمال فأنت بتلاحظ أنه السلقاء على الظهر بسبب الشل الليلي أكثر من أي وضعية أخرى كمان الاسترخاء التشنجات التي كانت تحصل لي في عضلاتي كانت تعملها لإستيقاظي خلال النوم فهذا ما سبب أعتقد حالة الشل الليلي اللي كنت أمر فيها بعد إدراكي لهذا الأمر يعني بعد إدراكي لإشال الليلي هي حالة مرتبطة بالجهاز العصبي أنا مش شخص فريد من نوعي بأمر بشيء غير معروف غير شيء يحتاج إلى استكشاف بنفسي بدأت أشعر باطمئنان أكبر في التعمق بهذا الأمر طبعا ذكرت التجربة لبعض الأصدقائي وما صدقوني في الحقيقة كثير منهم اعتبرني بهلوس أو اعتبرني باختلق القصة حتى يجذب بعض الانتباه أو أني يعني طبعا هذه المسارات كانت بالنسبة لي ما بتهمني كثير أنا كنت فقط مركز على اكتشاف هذه الحالة أكثر كنت يعني كان عندي رغبة في استغلال هذا الأمر يعني أنا كان من بداية حياتي كان عندي طموح أني أنا استخدم عقلي لأكبر مدى ممكن يعني إذا كان أنا عقلي عنده القدرة على جعلي أشاهد أشياء ما بتحصل حاليا يعني أنا عندي قدرة أني أنا أنظر لعقلي خلال حالة عصبية نادرة فهل أنا ممكن مثلا أستغل هذا الأمر في أني أنا أدخل في بيئة عقلية بسيطرة كاملة أني أنا أتمكن من التجول في عقلي رؤية مثلا الذكريات في عقلي على شكل مثلا أفلام مجسدة أني يكون عندي قدرة على عيش الأحلام بشكل يقض تماما كنت مهتم بتطوير يعني إمكانيات العقلية أكثر من اهتمامي بالإسقاط النجمية أو بأي ظاهرة براسيكولوجية ما كانش عندي حتى تلك اللحظة قناعة رغم كل ما رأيته ورغم الحالة النفسية السيئة اللي مررت فيها بسبب هذا التجارب كان عندي اهتمام فقط باستكشاف الإمكانيات المتاحة بهذا الأمر طبعا أعتقد أن هذا السبب الرئيسي اللي دفعني للتعمق أكثر بدلا من محاولة يعني كان عندي قدرة على إنتاج هذه الحالة كان عندي قدرة على الخروج منها وبالتالي أنا عندي كل الأشياء اللي أنا محتاجها حتى عفوا حتى أتعمق أكثر بهذه التجربة وكان عندي وقت طبعا اه الشيء الوحيد اللي كان يضايقني هو اه مسألة النوم طبعا استقاضك في أكثر من مرة خلال الليل الواحدة هو معرق لدورة النوم وهو أمر مزعج وفي الصباح بتستيقظ وانت متعب وبالتالي بيكون الأمر مزعج جدا لو كان لديك دوام مدرسي أو دوام للعمل لكن في النهاية في أوقات الإجازة كنت أحاول أستغل الأمر لأقصى مدى ممكن لاحقا أنا حاولت أدخل هذه الحالة بشكل إرادي يعني بدل ما أنا أنام وأنتظر أن أنا أستيقظ خلال النوم كنت أحاول أني أبقى مستيقظ لفترة طويلة من خلال مراقبة نفسي خلال النوم يعني أحاول أقلد أو حاول أوهم العقل أن الجسد نائم طبعا كنت أقوم بهذا من خلال التنافس العميق كنت أحاول أبقى مستيقظ حتى بعد التمارين الرياضية المتعبة بدل ما أنام بسرعة أحاول أحارب النوم قدر الإمكان وأبقى مستيقظ وأحاول أبقى مستيقظ لأكبر فترة ممكنة وكان عندي طموح أن أنا أشوف اللحظة اللي بنتقل فيها ما بين اليقظة لحالة الجثوم فورا أو حالة النوم فبدل ما يحصل أمر فوريا أنا استيقظ وجد نفس الجثوم كنت أحاول أصل الجثوم بشكل واعي طبعا هذا ما قادني للشيء الآخر اللي غير مفاهيمي عن أو قادني أكثر لإسقاط النجم هو رؤية الهالة طبعا أنا حتى ما أجعل الأمر ممل آآ راح أختم المحاضرة عند هذا القدر آآ وإن شاء الله راح أكمل آآ هذا التجربة الشخصية هذه بداية آآ تعرفي على الإسقاط النجم أنا لم في هذا المرحلة لم أحصل على أي تجربة خروج مجلسة فعلية كل ما حصلت عليه هي آآ حالات شل الليلي آآ رؤية هالوسات آآ غير موجودة آآ آآ كان عندي بداية فهم لما يحصل آآ آآ أنه الأمر أحد أضطرابات النوم وأنه ممكن أن أتحكم فيه ممكن أمنعه وبالتالي هذا بمنع فرضية وجود آآ آآ قوة غير طبيعية بتحاول الاستحواذ على جسدي أو لأنه لو كان هذا كيان مستقل بذاته ويعني يعني 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 بقادر على مثلا إذائي بشكل مستقل عني ما بيكون عندي القدرة أن أنا أقرر متى يظهر ومتى يختفي ومتى يعني أتحكم فيه بهذا الطريقة فهذا كان أول شعور مني بوجود رابط ما بين هذا الجثوم وهذا الكيان المرعب وما بين دماغي يعني من هنا بدأت المرحلة التالية واللي إن شاء الله رح أبدأ في الحديث عنها في المحاضرة القادمة أتمنى تكونوا استفدتوا بعض الشيء هي حاليا مجرد مرحلة ذكر أحداث شهادة شخصية من عن التجربة اللي أنا بدأت فيها ممكن تكون تجربتك مختلفة قليلا عنها ممكن مختلفة كثيرا لكن أنا بذكر البداية اللي بحب أحدثكم عنها وأكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة فتقبروا تحياتي أنا محمد العمصي وإن شاء الله أشوفكم في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته